بص عندنا الجاموفوبيا دي اللي هي فيروف كوميتمنت تمام انتي يعني اقول لك حقيقة انتي بتقري كتير اوكي تسيبكم القراية يعني اولا الجاموفوبيا دي هي مش مصنفة كمرض يعني هي ظاهرة يعني ظاهرة منتشرة طبعا في الغرب مش اكتر من مننا يعني من الثقافة بتاعتنا اه اللي هو فيروف كوميتمنت اللي هو الخوف من الالتزام مش عاوز يلتزم فتلاقي عندنا هنا الكاجول ريليشنشيبس اكتر يعني ايه يعني تلاقي اه هم عد اتنين عدين مع بعض ست شهور واقل بيعام شوف حد تاني اه تلات شهور واقل بيعام او ممكن يبقى كزا حد في نفس الوقت او كده طبعا دي مش حاجة صحية يعني ولا حاجة كويسة وهم بينادوا انها يعني تبطلها لان هي سايكولوجيكلا مش كويسة ان انت تتنقل من علاقة للتانية هتلاقي طبعا في رومز هنا على الكلاب هاوس سمعتها قبل كده اقول لك عادي وخليك الحرية الجنسية وطبعا الناس دي مش فاهمها اي حاجة في اي حاجة عارف انا الرومز يا جماعة اللي هي بتكلم على حرية جنسية بدون ومبيحطش لأي حاجة الناس دي انا بقول لك اهو مش عارف اي حاجة في اي حاجة مش عشان انا جاي يعني من ثقافة بيعود وكل ما بتكلم معاه يقولوا انه جاي من ثقافة عربية وجاي من ثقافة اه شرقية فبيتكلم كده انه ما ما عارفش العلم يعني الكلام اللي بيقوله ده اصلا ضد العلم اه بسما بيقوله ان هو علم يعني طبعا الحرية الجنسية والحرية في العلاقات دي ما ينفعش اللي لازم نحط لها حدود ما تتسبش كده الحدود طبعا لو يعني تحط لها حدود قوي فتعمل كبت جنسي وكبت عاطفي هتعمل مصيبة اكبر فاحنا لحنا نعمل كبت وبرده مش هننفتح قوي فاهم لان حتى في الغرب هنا اما عارفين ان الفتاح قوي بيعمل مشكلة والكبت قوي بيعمل مشكلة فدي دي اللي العلم اه اسباته ما عارفش باهم بيقولك لا ننفتح وكله اللي عاوز يعمل اي حاجة يعملها كلام ده كله مش مش صح بس نرجع بقى ايه الخوف من الارتباط او الخوف من الالتزام في العلاقات دي بقى سببه تلات اسباب اساسية الخوف من الهجر اللي هي اباندنمت فيه في رف اباندنمت اللي هو الخوف من الهجر ان انا خايفة حط مشاعري وحياتي مع حد وبعدين يخني او يسبني او ما نكملش حلو او في ناس بيبقى عندها خوف من القرب اللي هو في رفو انتمسي القرب اللي انا فيه الاموشن الانتمسي والسكشوال الانتمسي اللي هو الخوف من ال فيه ناس بيبقى عندها خوف من احب حد او اقرب منه عاطفيا حلو وفيه ناس بيبقى عندها خوف اقرب من حد جنسيا حلو فده سبب تاني برضو يبقى الخوف من الهجر والخوف من القرب على المستوى العاطفي او المستوى الجنسي برضو خوف من الثقة يا ترى انا هسك في شخص كده واقول له كل حاجة وانبات نصحى بالليل نام الصبح نعمل شاف ايه ناعدين مع بعض خارجين نايمين صحيين وفلوسي فلوسه وعيالي عياله اا كل حاجة بشاركين في كل حاجة طبعا دي على بعض الناس بتبقى مش سهلة اوكي وفيه ناس بيبقى الخوف اصلا هو اساسا شخصية اجتنابية يعني فيه حاجة اسمها هو اصلا ما بيحبش الناس حب يعيش لوحده مش حاوز بقى وسط يعني انا بتلاقي ملوش اصدقاء ممكن صديق واحد بس ملوش اصدقاء كتير لان انا مش حابب الناس قوي يعني انا مش حاببهم دي الاسباب عمتن اللي بتحصل نتيجة خوف من الارتباط يعني انا شايف ان طبعا مش هنادر نعمل جلسة دلوقتي قدام يعني كل الناس هل المشكلتنا هتبقى في الحتة دي ولا في الحتة دي ولا في الحتة دي انا ما بحبش الناس ولا انا خايفة من الهجر ولا انا خايفة عندي trust issues وخايفة النسك في حد ولا انا خايفة خوف جنسي او ارفانة من العملية الجنسية دي او انا ارفانة من العملية العاطفية والرومانسية طبعا دي كلها هي دي النقط اللي احنا لازم نتكلم فيها مع حد او حد نقرب منه ويشوف وممكن على فكرة شوف انا بقول كل ده يعني ويكون مفيش اي حاجة من الكلام ده وميكون اصلا مفيش حاجة اسمها جاموفوبيا ولا الكلام ده انتي ممكن يكون خبرة في الماضي متضايقة صحبتك مسلا قالت قدامك انها تخطبت وخطبها كان زلها ولا دايقها ولا ارفها فانتي حسيتين الموضوع ده too much وبلاش منه وكده ولا في فوبيا ولا حاجة بس عاوزين نتكلم مع حد يطمننا يعني فانا انا شايف ان نشوف حد كبير نصك فيه مش معالج يعني حد كبير جدا تيتا حد قريب اقدر اتكلمه ووصك فيه ويكون عد على المراحل دي يرتابط وخلف وتجوز ويكلمك عن رحلته ويطمنك ولو شايف ان الموضوع كبير طبعا نرجع لمعالج ده بالنسبة للسؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة